موسيقى مشاهدين السلام عليكم هذه نشرة الأخبار من المحطة الأولى نستهلها بأبرز العنوين الاحتباس الحراري لا يجد من يخرجه بكفالة اكتشف مواطنون طريقة للتخفيف من حرارة الجو عن طريق غلي قدر كبير من الماء والاستحمام داخله وأكد ممثل شركات النفط أن لا علاقة لهم بالتغير المناخي وأن المناخ يتغير بمزاجه وعلق شهد تغير مناخي ولا تقلب مزاجي وقهقها في سابقة من نوعها أحد المخابز يستخدم الطاقة البديلة للخبز وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف صاحب المخبز السيد هشام حدادة سيد هشام أخبرنا كيف خطرت لك فكرة استغلال الطاقة البديلة في عمل المخبز شكرا كثير على الصدق بالحلوة يا أستاذي يعني أنا هاي الفكرة بلاشت معاي بالصيف فهم علي كيف عارف كيف إنه فهم علي فأنا قلت باستغل الشمسي هاي فيعني استغلتها كم لوح من الخلايا الشمسي استخدمت لتغطية احتياجات مخبزك أي خلايا شمسي أستاذي أنا ما بعتمد الخلايا الشمسي أنا بعتمد على الشمس مباشرة يعني فهم علي كيف عارف كيف فهم علي فأنا يعني أنا الشمس هاي ممكن تعمل أي خبز بالدكية أي عجيم بالدكية فهم علي كيف أستاذ عارف كيف فهم علي ركز معي بس انتي فأنا عندي شوية أمثل أستاذ عندي خبز الشراك فهم علي كيف عارف كيف فهم لي فهذا خبز الشراك هذا خبز الشراك بده نار على السريع ونار حامي فهم علي كيف عارف كيف عندي كمان إيش عندي أنا الكعك كعك بده راح أستاذ فهم عليه كيف عارف كيف أستاذ فهمي كويس ركز ما إنت أستاذ فبدو راحة الراحة هاي أنا بخفزه على شمسي على شمسي قريب العصر فهم عليه كيف عارف كيف أستاذ شمسة العصر شمسة العصر كويسة على السطح أستاذ فهم عليه كيف عارف كيف أستاذ فكرة غير متوقعة وأنا أتمنى لك التوفيق السيد هجام حداقة كان معنا عبر الهاتف وشكرا كثيرا أستاذ استضافة وأتمنى تكون فهمتوا علي لأنه لازم تفهموا علي فهم عليه كيف أستاذ في كل عام ومع بدء الصيف تختلف الآراء حول درجات حرارته كاميرا المحطة الأولى نزلت للشارع من أجل رصد آرائكم لا 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 الجو لطيف الجو تمام يعني ولا نسايم تشريم يعني عادي الأمور تمام شواء قريب يعني شوي شوب شوي لا 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 مش شوب لا 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 مش شوب أي الشمس وراي الشمس بظهر يعني لا لا مش شوب مش شوب ونبقى في موضوع درجات الحرارة وننتقل إلى حالة التقس مع الزميل الشحادة شكرا لكم زملائي في الاستوديو مشاهدينا بالنسبة للحالة الجوية لهذا الأسبوع في المملكة نبدأ معكم في محافظات الشمال في الشمال يشهد ارتفاعا منحوظا في درجات الحرارة لدرجة أن حقول الدرة كلية قلبة بشار يعني عادي بتنزل معك علبة كرتون وبتلم بشار وتروح تحط لك فيلم إذا عندكم إيسي تمام وضعك تمام أما بالنسبة للمشاهدينا للعاصمة عمان ومحافظات الوسط فهي أيضا تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بالنسبة لجماعة التان مش هتتغلب يعني هسا بتعمل تان على السطح على ورد في الصالون بتعمل تان في الصالون أمورك تمام في جداية تطلع لها مسبح ولا إشي ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى العقبة في العقبة الشمس ضاربة ضاربة صح ودرجة حرارة مياه البحر يمكن أن تصل إلى الغليان بسهولة يعني ممكن كي عادي أنك تلاقي لك سمكة مشوية طايفة وممكن تأكلها كمان عادي ننتهي وإياكم مشاهدينا في الأغوار في الأغوار والبحر الميت تنزلش تنزلش لأنه كثير شوب يعني شوب ففكك شكرا لكم زملائي وهذه كانت الحالة الجوية لهذا الأسبوع في المملكة عودة إليكم زملائي في الستوديو إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة